هاي غريت فور مرحباً مرحباً إلى ميشانل ساينز و كيميستري وزمسلمية اليوم نحن لدينا مرحباً لكن أولا تسابسكرايب على ميشانل و تركيز مرحباً ويمكن دي مش موجودة في المنهج ولكن أنا عملتها علشان نبقى عارفين فورمز الأنرجي إيه هي فورمز الأنرجي؟ عندي الكينيتك أنرجي وهي طاقة الحركة إلكتريك أنرجي وهي طاقة القهربائية لايت أنرجي وهي الطاقة الضوئية ثيرمال أنرجي وهي الطاقة الحرارية ساوند أنرجي وهي الطاقة الصوتية وبوتينشيال أنرجي وهي الطاقة الكمنة اللي جواية وفيه طبعاً الكيميكا الأنرجي زي ما هنعرف بعد كده يبقى أنا عندي أنواع هي فورمز عندي كاينيتك، إلكتريك، لايت، ثيرمل، ساويند والبوتنشيال نبتدي بقى نتكلم على الرولر كوستر وهنا أنا على لعبة الساقية أو اللي هي بنركبها في الملاهي اللي هي الرولر كوستر اللي احنا شايفناها قدامنا دي أي جسم بيتحرك ليه طاقة حركة أنا دلوقتي لما بقوم أتحرك عندي حاجة اسمها قاينيتك أنرجي طاقة حركية واللي قاعد مكانه أو ساكن مخزن طاقة اسمها بوتنشيال أنرجي بتتخزن جواه لحد ما تتحول ليه قاينيتك أنرجي يبقى البوتنشيال دايما نستور دي أنرجي أما القاينيتك هي الطاقة الحركية اللي بتتحول من البوتنشيال طب تعالوا بقى نشوف الرولر كوستر طب تعالوا بقى نشوف زي رولر كوستر أو الترين بيتحر في الأول في موتور بيطلع بنفتحه بيبتدي يطلع الرول الكوستر بتاعتي لعجلة الملاهي بيطلعها لفوق يبقى أنا بدور الموتور يطلع الرول الكوستر بتاعتي الفوق وين رول الكوستر ريتش توهايست هل لما توصل للفوق خالص طبعا الترينز اللي هي بتاعت الرول الكوستر اللي هي عجلة الملاهي بيخزن طاقة على التوب يبقى on the top وطول ما هو طالع التوب هو عمل استور انرجي لحد ما البوتنشال دي توصل فوق للماكسموم بعد كده بنقفل الموتور وينسيب الرول الكوستر تنزل وتحول البوتنشال لقينتك زي ما أنا أمسك كرة من على الأرض وارفعها لفوق وبعدين أسيبها أنا كده خزنت جواها تبتدي تحول البوتنشال لقينتك gradually بالتدريج هو ده اللي بيحصل حالفين زي ما نكون طالعين مطب يعني نكون طالعين كبري لما بابا بيبقى طالع الكبري بيبقى بيتحس ان هو دايس على البنزين جامد عشان يقدر يطلع الكبري الكبير ده وانسي بقى ان هو هو نازل الكبري اللحظة بابا بيرفع رجله من على البنزين خالص علشان ينزل بالراحة ليه لان طبعا هو بينزل مخزن بقى ايه بوتنشال البوتنشال دي بتقيه وطبعا الجرافتي كمان على فكرة انت نزل في اتجاه الجرافتي فالجرافتي بتشدني فانا لو دايس على البنزين قوي كمان هنزل بسرعة جمده جدا فطبعا بابا بيرفع رجله من على البنزين علشان العربية تنمشي بالراحة 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 وبالتالي ما تعملش اكسدنت ما تعملش حدثة هو ده اللي بيحصل للرولالكوستر وهي طلعة بنشغلها بالالكتوريستي الموتور بيطلعها لحد فوق بتعمل استور بوتينشي استور بوتينشي اول ما توصل للهل بنوقف الموتور بنوقف الالكتوريستي وتبتدي تشينج بوتينشيال تو كاينتك وتبتدي تنزل للرولالكوستر وبسرعة جمدة جدا مع ان انا قفلة ايه الموتور اول ده اللي احنا عايزين نقوله فيه البارت ده رولالكوستر move from up to down تمام زا استور دوتينشيال تشينج تو كاينتك الطاقة اللي خزنتها تحولت لكاينتك بوتينشيال تشينج تو كاينتك رولالكوستر stop according تو كاينتك energy become zero يعني لما بتوصل على الارض بتبتدي كل بقى البوتينشيال اللي تحولت لكاينتك كاينتك كاينتك لحد ما بتوصل على الجراوند بتكون البوتينشيال بتاعتي بتكون زيرو تمام جدا اظن مصصعبة وسهلة طيب نتكلم بقى على الانرجي والموشن we got we get energy from food to help us grow and move احنا بنجيب الانرجي بتاعتنا من الاكل energy effect the object and change position الانرجي بتأثر على اي جسمه وتغير مكانه انا دلوقتي جوايا مثلا انرجي اهو بخزناها طاقة بتنشيال جوايا بقومة تحرك وغير مثلا اشيل وحط وتحرك من مكاني تمام كده فمكاني بيتغير طيب operating all electric devices need electric energy يبقى اذا انا عشان اشغل كل الاجهزة اللي عندي في البيت محتاجة طاقة كهربائية heat energy help in cooking الطاقة الحرارية بتخلينا نعمل cooking بتخلينا نطبخ كمان بتخلينا نتدفى heat energy تمام كده طيب light lighting house طاقة ضوئية بتنور لنا البيت اذا هنا في عندي كان بقى form عندي kinetic عندي potential عندي electric عندي thermal عندي light زي ما قلناهم في الاول طب ايه هي moving energy energy transfer from object to another زي ما قلنا في concept one to one طيب قال لي when player kick the ball kinetic energy transfer from his foot to ball طاقة القينتك بتتنقلم الرجله للقرة وبالتالي الكرة بتتحرك ما احنا قلنا ان الانرجي transfer then the ball start to move in the air due to transfer kinetic energy بتبتدي تتحرك في الهواء when ball get inside goal kinetic energy will transfer from ball to goal net يعني لما القرة بتدخل جوه الشبكة بتنقل الطاقة الحركية بتاعتها للشبكة وبالتالي الشبكة بتتحرك the goal net will vibrate ليه بيتحرك اصل الكنتك transfer from ball to goal يبقى وانا بلعب كورة الكنتك اللي في اللج بتاعتي بتتنقل للبول ولما البول بتدخل الجول الجول بتاعي بيتحرك النيت بتاعته بتتحرك اصل الكنتك اللي في البول اتحولت أو transfer to goal net يعني معنى كده energy transfer energy transfer قمت اشيل الكوباية تمام الطاقة اللي جوا اتنقلت للكوباية تمام كده قمت اشيل الكتاب energy اللي جوا transfer to book جيت ارمي توبة في مية الenergy اللي في ايه دي اتنقلت لي الطوبة وبالتالي الستون دي اتحركت اذا energy transfer from object to another دا كده بالنسبالي البرط اللي هو roller coaster lesson one to two نبقى عارفين دايما ان عندنا كتير من الenergy عندي kinetic عندي electric عندي light عندي thermal عندي sound عندي potential الكنetic طبعا roller coaster change potential energy to kinetic energy والpotential طبعا بتبقى على maximum height او على الهل على اعلى ارتفاع للroller coaster عجلة الملاهي وبتبتدي انها وهي نزلة change potential to kinetic gradually واني طبعا عندي الenergy transfer from object to another ليه الgoal net move when pole يعني the goal net will vibrate ليه الgoal net vibrate لما الpole enter او inside the goal because kinetic energy in pole transfer to goal net ده منطل بساطة البرت اللي احنا فيه ولازم بعرفين الenergy transferred from object to another شوفكم بالفخير ان شاء الله السيشان الجاي والسلام عليكم ورحمة الله